موسيقى الرئيس السيسي تفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويختمع مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية مصر تتسلم رسميا رأسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعابر المصرية تواصل استقبال الفارين من اشتباكات السودان وعدد من ممثلين منظمات الدولية يتفقدون إجراءات العبور في أرقين موسيقى الثانية عشر ظهرا التسعى بتوقيت جرينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بحضرتكم والبداية مع الزميلة حور أهلا بتحور أهلا بك ياسر أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام ومن العنوين لتفاصيل الأخبار حيث تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اجتمع مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية أكد رئيس السيسي أن دعوته للحوارة الوطنية التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين رسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا وقتصديا ومجتمعيا وأشر رئيس السيسي خلال كلماته في الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني إلى أن الحوار يحقق نتائج ملموسة تنتجها كل القضايا كما وجه رئيس السيسي التحية لكل المشاركين في الحوار الوطني داعيا لبدء الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول بسم الله الرحمن الرحيم الشعب المصري العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبالل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح بمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والسادة إن دعواتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مصارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النواة وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سوا كما أن تعازم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادته على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات وعلى مدار عام مدار ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالك الإجراءات التحضرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوه الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري وننئذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة فأنا أدعوكم إلى بزل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق وأكد أن دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأدطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهاية وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها فمثلنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبزل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها فيها الغاية وهي الوسيلة دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جانبه أكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أمام الجلسة الافتتاحية أنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية لم تشارك في الحوار الوطني لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا طيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر لا يوجد فرض واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير الذي رأيتموه كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع قضايا بناء الدولة الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدرتنا على تنفيذها وبحسب وجهته أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية الأمر الثالث مكمل لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون لكل مننا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني تطلع إلى ما ذكاه الرئيس إلى بدائل مدروسة وملموسة من جانبها أكد رئيس الأمنة الفنية إلى الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين من كل فئات المجتمع كما أكد أن الحوار يشهد مشاركة واسعة للشباب داخل اللجان من المقررين والمقررين المساعدين كما أكد أن مجلس الأمناء قام بعمل جلسات جمهرية تجاوزت مئة جلسة الحوار الوطني هو حوار يستهدف جميع المصريين فبالتالي إحنا مستهدفين منظمات المجتمع المدني الإعلاميين رؤساء الجامعات والمراكز البحسية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رجال الدين الشباب من القوى السياسية المختلفة وغيرهم من فئات المجتمع المصري في بداية الحوار أعلن عن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة وصل إلينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن هذا دلالة هذا الرقم أن الحوار الوطني كما قيل وبحق وبلغة اقتصادية أن عليه طلب الحوار مطلوب فالأهم أيضا أن جميع هذه الطلبات وجميع هذه المشاركات لم تقتصر على محافظة دون محافظة إنما كانت من جميع محافظات الجمهورية كانت فاعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد نعقدت بمشاركة واسعة وفاعلة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصية العامة والخبراء هذا بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء دكتور بصافة مدبولي وتتضمن الفاعليات جلسات نقاشية يشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة استعرضت الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عددا من الملفات المهمة وناقشت الجلسة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصري من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفاعلة لتحقيق تلك الأولويات بالإضافة إلى التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي الأولوية كما نقشت الجلسة قضيتين الأسرة والزيادة السكانية وأكد المشاركون بالجلسة أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري ولا يوجد أي اتجاه بعينها مسيطر على الحوار أشهد عددنا من ممثلي الأحزاب والمشاركين في فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني بأهمية عقاد الحوار ومؤكدين أن الحوار قادر على استعاب كل وجهات النظر لضمان شمولية تناول القضايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما نعقدت الجلسة النقاشية الثانية من الجلسة الافتتاحية الأولى بالحوار الوطني بعنوان استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية وخلال الجلسة أعلن المشاركون عن الأولويات والقضايا التي دفعتهم للمشاركة في الحوار الوطني وأعربوا عن تطلعاتهم للوصول إلى توفق يؤدي إلى نتائج إيجابية في المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين وذلك من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوى ورصدها عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والعمل على حلها وتقويد أسبابها هذا فضلا عن تحقيق أنسب استجابات ممكنة تبقى لطبيعة كل منها بالتنسيق مع جميع الوزرات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أبريل من عام 2023 أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسلمت رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلفا للمغرب وخلال الجلسة الافتتاحية المنتدى أشر شكري إلى أن الجماعات الإرهابية توظفوا التكنولوجيا لارتكاب جرائم بحق المدنيين مشيرا إلى الجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة وأكد شكري المقاربة المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف في ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب وقد واجهت مصر خلال العقد الماضي موجة غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية استهدفت أمنها ومقدرات شعبها وراح دحياتها عدد كبير من أبناء الشعب المصري إلا أننا نجحنا في القضاء على ذلك الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية ومن خلال اتباع مقربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية في حسب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك ضحض الخطاب المنحرف المحرد على الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف خاصة من خلال مبادرة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتكديد الخطاب الديني وجهود مرسد الأزهر لمقافحة التطرف ومركز السلام التابع لدر الإفتاء المصري وأكد شكري أن مصر تتولى الرئاسة المشتركة للمنتدى بالشركة مع الاتحاد الأوروبي في توقيت مهم في ظل أزمات اقتصادية مركبة وتحديات سياسية كبيرة وأشار شكري إلى أن انتشار الإرهاب أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وتهديد السلم المجتمعي إيمانا منا بإمكانات المنتدى فإننا عزمون كرئيس مشترك مع الاتحاد الأوروبي على أن تأتي مسألة ضم جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتنا من خلال تطبيق مقربة شاملة تعالج مسببات الإرهاب ترتكز على بناء القدرات الوطنية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال برامج محددة تتسخ أولويات واحتياجات الدول الأفريقية ذاتها وتهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمحاولها الأربع أعربت مصر عن خالص تعزيها لجمهورية سربيا في ضحايا حدث إطلاق النار الصادم لمدرسة بالعاصمة بيلجراد والذي أصفر عن مقتل تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أطفال وجرح آخرين وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد تضمنا مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب الصربيا في هذا الحال الثالي نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة وأشار المركز إلى أن التضامن الاجتماعي نفت تلك الأنباء مشددة على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجبا وطنيا حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء من مصوغات تعيين الخريجين باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر قالت الدفاعات الجوية والأوكرانية أنها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا اليوم وقالت إدارة مدينة كييف في بيان أنه تم تدمير كل السواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في أربعة أيام هذا وقالت روسيا أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت هجوم مضادا وأضافت القوات الروسية أن المرحلة النشطة للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة وعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد أكد سفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن بلاده سترد على محاولة مهاجمة الكريملين بالدرونات في الوقت المناسب وفقا لتقييم التهديد الذي أوجدته كييف للقيادة الروسية وقال أنتونوف أن تصريحات المسؤولين في واشنطن تثير الدهشة وأنهم لم يرغبوا بالاعتراف بمحاولة اختيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أن اختيار وقت الهجوم قبيل حلول يوم النصر واستعراض التاسع من مايو ليس محد صدفة مضيفا أن الجانب الروسي كان يأمل أن يتوفر القدر اللازم من الإرادة والقوة لدى الإدارة الأمريكية لتقوم بإدانة الهجوم أعلنت روسيا فتح تحقيق في عمل إرهابي بعدما أسقطت مصيرتين استهدفت مقر الرئيس فلاديمير بوتين متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتياله في المقابل نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زدينيسكي أن تكون لدى أوكرانيا أي تصلة بحادث الهجوم على مقر رئاسة الروسية الكريملين هجوم ليلي بطائرتين مسيرتين على مبنى الرئاسة الروسية الكريملين أحبطه الجيش الروسي فيما اتهمت موسكو على الفور أوكرانيا بتنفيذ الهجوم التي نفت بدورها أن تكون لها أي صلة بهذا الحادث المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف أكد أن الهجوم لم يتمكن من تحقيق أهدافه بإصابة الرئيس الروسي بأذى حيث أنه لم يكن متواجدا في الكريملين مؤكدا أنه مارس عمله كالمعتاد دون أي تغيير وقال بسكوف أن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين التي استخدمت في الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين معلنا احتفاظ موسكو بحق الرد على هذا الهجوم ما يؤشر بتصعيد خطير في الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الفور اشتعل الغضب في الأوساط السياسية الروسية وطالب رئيس مجلس الدوم الروسي باستخدام الأسلحة القادرة على رضع النظام في أوكرانيا وتدميره مؤكدا في الوقت نفسه استحالة التفاوض مستقبلا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد هذا الهجوم كما اعتبر رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف أن الهجوم على الكريملين لا يدعو أمام روسيا خيارا سوى القضاء على الرئيس الأوكراني وأعوانه بحد قوله وفي أول رد على الهجوم الذي نسب إلى بلاده نفى زيلينسكي أن تكون لدى أوكرانيا أي صلة بهذا الحادث مؤكدا أن نطاق المعارك التي يقوم بها جيش بلاده لا تتعدى الأراضي الأوكرانية وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في فنلندا أن أوكرانيا ليست لديها الأسلحة الكافية لشن مثل هذا الهجوم لافتا إلى أن الملاحقة الوحيدة التي تقوم بها كييف بحق الرئيس الروسي هي الملاحقات القضائية والجنائية أمام المحاكم الدولية وتم رصد أول طائرة مسيرة فوق الكريملين في أول ساعات صباح الأربعاء وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه وبعدها بنحو عشرين دقيقة وقع هجوم الطائرة المسيرة الثانية وسقط حطامها على أراضي الكريملين دون تسجيل أي إصابات أعلن مسؤول روسي أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت على أراضي مصنع للمنتجات النفطية في مقاطعة ريستوفا الروسية المجاورة لأوكرانيا مؤكدا يخمض الحريق الناتج عن الانفجار على الفور وأشار إلى أن الأضرار ناجمة عن الهجوم بسيطة ولا توجد إصابات وصل الرئيس الأوكراني فولود مارس دهنسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا في مطار أمستردام بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي ويزور زلانسكي المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لهاي مقرا لها وقدمت هولندا حتى الآن لأوكرانيا مساعدات عسكرية تبلغ نحو مليار ومئتي مليون يورو لمساعدة كييف في العملية الخاصة التي تشنها عليها روسيا وكان زلانسكي قد التقى قادة دول الشمال الأوروبي في قمة دبلوماسية حيث تاهدوا بتقديم أقصى قدر من الدعم لكييف أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقمة 300 مليون دولار وقالت الخارجية الأمريكية إن حزمة المساعدة الأمنية تتضمن زخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة ومدافع الهاوتسر وزخيرة المدفعية والدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة تعهدت دول شمال أوروبا بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا وسعيها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي النيتو والاتحاد الأوروبي وجاء في بيان القمة المنعقدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني فلودميرز لينيسكي أنه لا تزال دول شمال أوروبا ثابتة على التزامتها باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا وتعهدت فنلندا والسويد والنرويك والدنمارك وأيسلندا خلال المحادثات الدبلوماسية بتقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا وصل وزير الخارجية روسي سيرجي لفروف إلى الهند حيث سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغغاي للتعاون ومن المقرر أن يعقد لفروف عددا من الاجتماعات الثنائية بما فيها مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن اللقاء الوزري يهدف للتحضير الاجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغغاي للتعاون والمقرر عقده في الثالث والرابع من يوليو القادم بنيو ديلهي أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف توزيع المواجد الغذائية في إقليم تجرية بشكل مواجد الغذائي شمال إثيوبيا مضحا أنه لن يستأنف التوزيع قبل أن يتمكن من ضمان وصول المساعدات إلى المستفدين المستهدفين وعز ذلك إلى تقارير عن تحويل مصار المساعدات وشدد برنامج الأغذية العالمي على شركائه المتعاونين أن يراقبوا أي نشاط غير مشروع ويبلغ عنه وأن يطبقوا الضوابط المتفق عليها شددت وزارة الخارجية الصينية على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة توسح حلف شمال الأطلسي نيتو باتجاه الشرق وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مونينغ أن آسيا أرض واعدة للتعاون والتنمية ولا ينبغي أن تصبح ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية موظفة أن توسع النيتو المستمرة شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدخله في الشؤون الإقليمية سيدمر السلامة والاستقرار الإقليميين ويدفع لمواجهة التكتلات ما يتطلب يقضة عالية من دول المنطقة ويخطط حلف النيتو لفتح أول مكتب انتصال له في آسيا في اليابان لتسهيل المحادثات مع شركائه الأمنيين قالت تايوان أن أول طائرة من أصل 66 طائرة جديدة من تراز F-16V كان من المفترض تسليمها من الولايات المتحدة قد تأخرت بسبب تعطيل سلسلة التوريد مضيفة أنها تعمل على تقليل الضرر وأكدت تايبي أنها طلبت من واشنطن تعويض النقص بما في ذلك إعطاء الأولوية لتسليم قطع الغيار للأسطول الحالي وفقت أمريكا في عام 2019 على بيع طائرات مقتلة بقدر 8 مليارات دولار إلى تايوان رفض المجلس الدستورية الفرنسي طلب إجراء استفتاء يعرف باسم استفتاء المبادرة المتبادلة وهو المقترح الثاني الذي تقدمت به أحزاب اليسار حول قانون إصلاح نظام التقاعد والذي صدر رسميا في الخامس عشر من أبريل الماضي كان المجلس الدستوري قد رفض في الرابع عشر من أبريل الماضي الطلب الأول لتنظيم استفتاء المبادرة المتبادلة والذي تقدمت به أيضا أحزاب اليسار وأقر في نفس ذلك اليوم أقر أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030 وهو البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشرع الفرنسي تظاهر خمسة آلاف معلم في العاصمة المجرية بودابيست احتجاجا على مشروع قانون تعتزم الحكومة بتنفيذه ويقضي بزيادة عبء العمل على المعلمين بشكل كبير بحسب القانون الجديد الذي قد تم تطبيقه بدءا من الأول من يونيو المقبل فسوف يتم زيادة الحد الأقصى لوقت العمل اليومي للمعلمين من 8 إلى 12 ساعة ووقت العمل الإسبوعي من 40 إلى 48 ساعة سلسلة الاحتجاجات العمالية التي تجداح القارة الأوروبية تتواصل اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وتلك المرة في العاصمة المجرية بودابيست التي شهدت خروج الآلاف من المعلمين احتجاجا على مشروع قانون من شأنه الزيادة عبء العمل عليهم بشكل كبير المعلمون حملوا في مسيرتهم شعارات منددة بمشروع القانون متهمين الحكومة بعدم التفاوض مسبقا مع المعلمين بشأن التشريع الجديد الذي يجردهم من الوظائف الآمنة التظاهرة الأخيرة قدرت أعداد المشاركين بها بأكثر من خمسة آلاف معلم ممن هددوا بترك وظيفتهم حال تفعيل القانون الذي طرعاه الحكومة وتمضي قدما في تنفيذه رغم هذه الاحتجاجات مؤكدة أن التشريع الجديد يهدف إلى تحسين جودة التعليم وإذا تم تمرير القانون بصيغاته الحالية فسوف يتم بدءا من الأول من يونيو المقبل زيادة الحد الأقصى لوقت العمل اليومي للمعلمين من ثمان ساعات إلى اثنتين عشرة ساعة ووقت العمل الأسبوعي من أربعين إلى ثمان واربعين ساعة هذه المظاهرات الاحتجاجية للمعلمين في المجر تأتي بعد نحو عام من إضرابات مماثلة خرجت للمطالبة بزيادة الأجور حيث أدى التضخم في المجر الذي تجاوز خمسة وعشرين بالمئة إلى تآكل رواتب المعلمين التي تقل بالفعل عن المتوسط الوطني ومن المجر الواقعة شرقي أوروبا ومرورا بفرنسا في الغرب ووصولا إلى بريطانيا في الشمال تضرب الاحتجاجات العمالية أركان القارة الأوروبية خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في دولها بشكل كبير وارتفاع نسب التضخم لمستويات غير مسبوقة ما ترتب عليه تدهور الحالة المعيشية لغالبية الأسر الأوروبية شارك أفراد من الجيش البريطاني في بروفاتين كاملة قبل حفل تتويق الملك البريطاني شارلز الثالث وزوجتها كاملة في لندن من جانبهم بدأ البريطانيون في التجمع خارج قصر باكنجهام قبل التتويق حيث تم تجديد الإجراءات الأمنية حول القصر وسيتم تتويق الملك شارلز يوم السبت المقبل ملكا بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي احنا فرحة فرحة بنحتها في حياتي احنا بنشعر بالفخر كل من روح أي حتة في العالم بنشعر بالفخر ان احنا مصريين كنا قصقين في القيادة السياسية وعارفين ان السيد الرئيس صعب فتاح السياسي حفظ على أولاده حفظ على أبنائه بيروح يجبه من أرض النار الحمد لله رب العالمين احنا ما كناش متخيلين ان الطائراء الحياة ده يجبني في الحدة دي انا واسخ ان انا وراي مؤسسات قوية جدا هي اللي جابتني هيدا بلدي الزمان مقدرش ياخد من شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتاعني الحسابها قول ليه ربنا يخليك وطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان البلد اللي فيها قائد وجيش يتطمن أهلها ويعيشها حدن الغريب وقت التعب بلدي اللي فتحها للعرب والدنيا بابها افاد مراسلنا في معبر ارقين بتفقد عدد من ممثلين منظمات الدولية لمتابعة عبور الوافدين من الأراضي السودانية لمختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية وتفقد الوفد بوابات المعبر وصالات استقبال الزوار والحجر الصحي والعيادات المتنقلة ومخيمات الهلال الأحمر الإنسانية والمنطقة المحيدة بين مصر والسودان وضم الوفد ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية كما أفاد مراسلنا في معبر كوستل بوصول عدد من ممثل المنظمة الدولية لمتابعة عبور الوافدين من الأراضي السودانية لمختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية وتفقد الوافد إجراءات الدخول والخدمات التي تقدمها الدولة للعابرين ويضم الوافد ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة وأيضا مكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية يواصل المعبران المصريين أرقين وقص الاستقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان واستقبل معبر أرقين العديد من المواطنين تابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية تابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف تحولت قرية وادي كركرة في أسوان إلى خلايا عمل لا تتوقف لا سيما مع تزايد أعداد الوافدين من السودان الفرين من المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع حيث يكرس الجميع وقته وجهده من أجل توفير سبل الرحة لديوفهم وتخفيف وطأة معاناتهم رحلة شاقة ترتسم ملامحها على وجوههم العيش في الوطن بات مستحيلا حتى الفرار منه لم يكن سهلا لا مجال إذن سوى البحث عن ملاذ آمن إنها حكاية تلك الأسرة السودانية التي استقر بهم الحال هنا في وادي كركر بمحافظة أسوان اللي بيحصل ده في جهات مش معروفة هي بتسرق المخازن وبتحرق المصانع فمن ناحية الاقتصادية طبعا إحنا خوفنا بصراحة فغررنا إنه لازم نطلع من المنطقة دي وفعلا ده اللي حصل بعدين إنه ابتدى في غلاف الأسعار بصورة جنونية لأنه التاجر في وادي حلفة لما تخلص منه تحت إيده من مواد تومينية هيرجع للخرطوم يجيبها والخرطوم ذات نفسها مش لاقي حاجة فتم يعني ألو يعتبروا إبادة لكل ما يلزم من تومين ومن مواد اقتصادية بتهم المواطن مباشرة تم نهبها وتم ما لم يستطيع أن يحمله وتم حرقه حالة صعبة حالة صعبة شديد الموت والجسد مرمية وهو طوال يضرب الناس في الهناية يوجه في العربية يشيل الموبايلات ويشيل الجروش ويدك الرصاص يضرب طوال على طول لا تنشغل تلك الأسرة بأسباب الحرب لكن مشاهد الضمار والخراب الذي لحق بوطنهم حفرت في أذانهم ما يدور في بالهم متى ينتهي الصراع وإلى أين المستقر حتى ذلك الحين هم في ضيافة أشقائهم المصريين إذ يتقاسمون معا ما تقود به الحياة كنت خايفة من الحرب لكي جئت مع أهلي وحبيت مصر هم كانوا يكتلوا الناس وحتى في العيق كمان ما كنا خايفين وخلينا المدرسة وجينا ما متحنا عندنا في مصر ما فيش حاجة اسمها لاجئ زايد بادي التاني ما عندناش ناجئ احنا احنا ابن بلد مصري سوداني ما ابن بلد سوري ابن بلد ليبي ابن بلد ما عندناش لاجئ احنا البلد اللي وحيد اللي ما فيش لاجئ مصر تحولت قرية وادي كركر إلى خلايا عمل لا تتوقف لسيما مع تزايد إعداد الوافدين لذا الكل يكرس وقته وجهده من أجل توفير سبل الراحة لضيوفهم وتخفيف وطأة معاناتهم انا هنا في كركر بنمثل الجمعية التنمية المجتمع الوادي كركر ماشيين خلية مع بعضين بمعنى فيه نص المجموعة موجودة في الموجودة في البر بيستضيفوا الناس ويقدموا لهم حاجة سعى ووجبات الصخمة وبعد كده بنشوف اللي هو فيه حد منهم فيه مجموعة هنا بتبقى موجودة داخل البلد اللي هو فيه حد منهم تعبان وظروف تعبانة بنضطر ناخدهم ونجيبهم بيت نخليهم ياخدوا راحتهم فيها وياخدوا مثلا من الدرينك بتاعهم والشاور بتاعهم بعد كده بخلال يوم التاني بيبقى موجودة ظروفهم يعني ظروفهم كويسة بيجروا بيت عايزين يجروا في أسوان بينزلوا عايزين يكملوا في كركر بيكملوا إذن هم ليسوا وحدهم فهكذا يستقبلون ويقرمون اختيار مدينة أسوان كوجهة مفضلة لكثيرين ممن قتبت لهم النجاة من ويلات الصراع في السودان يأتي لاعتبارات عدة كونها البوابة الأقرب لبلادهم فضلا عن صلاة إنسانية فرضتها الجيرة والحرب من وادي كركر بمحافظة أسوان كريم رجب اكسترانيوز مشاهدين فاصل قصير ونواصل بعده تقديم نشرة الأخبار فابقوا معنا أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام من جديد والآن نتوجه لمتابعة تطورات ملف جهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين ورعاية الأجانب من السودان مع الزميل هشام عبدالتواب من ستوديو إكسترانيوز في أسوان نعم أهلا بك يحور وأهلا بياسر وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النفذة من ستوديو إكسترانيوز هنا في مدينة أسوان نستمر مع حضرتكم في متابعة جهود الدولة المصرية في إجلاء المواطنين المصريين والرعاية الأجانب من السودان أحنا فرحة فرحة بنحتاج في حياتي إحنا بناشعر بالفخر كل من روح أي حتة في العالم بناشعر بالفخر إن إحنا مصريين إننا أسقين في القيادة السياسية وعارفين إن السيد الرئيس صاحب فتاح السياسي بحفظ على أولاده بحفظ على أبنائه بيروح يجبهم من أرض النار الحمد لله رب العالمين إحنا ما كناش متخيلين إن الطائرة الحياة دقائمنا في الحدة دي أنا واسخ إن أنا وراي مؤسسات قوية جدا هي اللي جابتني هنا بلدي الزمان مقدرش ياخد من شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها كل يا رب أنا يخليك وطول عمرك ودايماً متواضع ودايماً تشوف الغالبان قبل الغنيان البلد اللي فيها قائد وجيش يتطمن أهلها ويعيشها حدن الغريب وقت التعب بلدي اللي ختحة للعراب والدنيا بابها إذن بدايتنا مشاهدين في هذه المتابعة من معبر أرقين حيث أفاد مراسلنا في معبر أرقين بتفقد عدد من ممثلي المنظمات الدولية لمتابعة عبور الوافدين من الأراضي السودانية لمختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية وتفقد الوافد بوابات المعبر وصلاة استقبال الزوار والحجر الصحي والعيادات المتنقلة ومخيمات الهلال الأحمر الإنسانية والمنطقة المحايدة بين مصر والسودان وضم الوافد ممثلاً عن المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وأيضاً برنامج الأغذية العالمية ونتابع معكم أيضاً مشاهدين في هذه المتابعة وفي تصريحات خاصة لقناة أكسترانيوز أكد ماكس شوت مدير مكتب المنصق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر أكد مدى تنسيق مشترك بين السلطات المصرية والأمم المتحدة لمساعدة العابرين من السودان موجهاً الشكر لمصر لما تتيحه من تسهيلات كبيرة للعابرين مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم من الأمم المتحدة لمصر في قطاعات الصحة والغذاء هذا كما أفاد مرسلنا مشاهدين في معظمنا عبر قسط البوصول عدد من ممثل المنظمات الدولية لمتابعة عبور الوافدين من الأراضي السودانية لمختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية وتفقد الوفد إجراءات الدخول والخدمات التي تقدمها الدولة للعابرين ويضم الوفد ممثلاً عن المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية ونتابع معكم أيضاً مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا زميلنا عوض الغنام من معبر أرقين عوض أهلاً بك معنا ونتعرف معك عن ما تم اليوم في معبر أرقين ويعني الجولة التي تفقدها وفد رفيع المستوى من منظمات إقليمية ودولية نعم هشام بعد عدة أيام غياب عن معبر أرقين حيث كنا نكون بتقطيع خاصة من معبر قسطل عدنا الآن مرة أخرى إلى هذا المعبر الذي هو يمثل المعبر الأهم قبل هذه الأزمة السودانية الراهنة الوضع تغير بشكل كبير للغاية نحن الآن في الصالة الرئيسية هذه الصالة الوصول التي كان يأتي من الجانب السوداني إلى الجانب المصري يجب أن يعبر من هذه الصالة حيث أنا متواجد الآن وكانت هذه الصالة يمر بها كل ساعة مئات لم يكن ألاف الآن كما ترى الصورة خلفي هناك حالة هدوء كبيرة للغاية وتغير المشهد بشكل كبير للغاية وأصبح الحضور في المشهد هو معبر قسطل أما في معبر أرقين فهناك أعداد فرادة يعد على أصابع اليد يمرون كل ساعة لا يمثلون كثافة ولعب للقوى البشرية التي تعمل في هذا المعبر ولكن هناك شحنات عديدة ما بين الجانبين في الجانب المصري والجانب السوداني تتمركز كل ساعة لتنتقل من كل شحنة إلى الجانب الآخر وهذا يدلل على شيء فإنما يدلل على أن العلاقات الإقصادية والتجارية ما زالت قائمة حتى الآن ومستمرة وحركة الانسياف في هذه الشحنات العملاقة التي تحمل مواد أولية وصناعية قديمة من الجانبين ما زالت مستمرة ولكنها لا تذهب إلى الخرطوب ولكن تذهب إلى ولايات أخرى يستقبلها المستوردون من كل طرف هذه النقطة إذا ما عدنا للحدث الأهم اليوم وهو زيارة وفد الأمم المتحدة بموثل عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة إلى هذا المعبر أيضا تتقاطع زمنيا مع زيارة مماثلة إلى وفد مماثل في معبر قسطل وهذه الزيارة في هذا التوقيت مهمة للغاية لأنها تمثل شهادة قوية على ما قدمته مصر لتسهيل مهمة العابرين من الجانب السودان إن كانوا رعاية أو سودانيين وهذا ما أكده منصق الأمين العام أو منصق الأمم المتحدة لدى القاهرة مع الوفد المرافق له على التسهيلات الكبيرة التي تعمل عليها الدولة المصرية في هذا السياق وكان هناك سؤال إكستر نيوز عن التعاون بين الجانبين أكد على مجالين تحديدا هنا نتحدث عن الصحة ونتحدث عن الغذاء والحقيقة أن هذه المجالات هي ما تحتاجه السودان في هذا التوقيت تعلم بأن الأمم المتحدة كانت أوقفت عملها في المشهد السوداني بعدما تعرض لثلاثة من توقيمها لمقتلهم وأثنين للإصابة فعاودوا مرة أخرى لأمم المتحدة والفرق المتعددة للعمل مرة أخرى لكن يبقى الجانب الصحي والجانب الغذائي هما الجانبين الخطيرين للغاية في المشهد الصحي هنا نتحدث عن مستشفيات عديدة قد دمرت مخازن للأدوية قد سلبت وكذلك البيان الخاص من الأمم المتحدة الذي تحدد وتحديدا منظمة الصحة العالمية عن أن 16 مليون سوداني هم في أمس الحاجة للدعم الصحي في هذا التوقيت منهم 4 مليون امرأة حامل في هذا التوقيت بعضهن تعرضنا لإصابات باليغة من جراء ما حدث في الاشتباكات التي ما زالت قائمة حتى الآن أيضا المختبر الأهم في السودان في الخرطوم الذي هو يتابع الأمراض الوبائية ونتحدثون عن الملاريا وهذا المختبر قد تعرض للتدمير وبالتالي أصبحت هناك إشكالية كبيرة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة لمتابعة مثل هذه الأمراض في هذه المناطق الحرة والمناطق التي تتعرض لهذه الاشتباكات النقطة الأهم أن هناك 50 ألف طفل فيها السودان هم بحاجة ملحة للغاية للحصول على الغذاء والحديث في هذا الأمر يطول فبالتالي هذه الزيارة في هذا التوقيت لقت استحسانا كبيرا للغاية وتعكس إلى أي مدى إيجابية مصر في التعاون مع مثل هذه المنظمات وهي شهادة مهمة في توقيت مهم للغاية حيث كما تحدثت في مقدمة الخبر تفقدوا كل شيء هنا داخل هذا المعبر واستحسانوا ما تقدمهم مصر من خدمات على مدار الوقت وأجروا بالمناسبة مقابلات أيضا مع بعض الأفراد القادمين من الجانب السودانية الذين أبدوا وإعجابهم وتقديرهم واحترامهم لما قدمته الدولة المصرية من دعم ومساندة لا تتوقف على مدار الوقت الأهم أن هذا الوقت من الأمم المتحدة سيبقى مستمرا حسبما أكد لنا مصدر مرافق لهم سيبقون هنا نحو شهر باقونا في مدينة أبو سنبل يتابعون عن كثب ما يتم من خلال تعاون مع مصر في هذان المجالان الصحة وكذلك الغذاء وربما مجالات أخرى متعددة أنا أعود لتصريح مهم وبأختم معك هشام لمسؤول في مفاوضية اللاجئين بالقاهرة أكد بأن السودانيين يختارون مصر أن مصر دوما بالنسبة لهم هي مستقر للأمن والأمان إذا ما قررناها بعدد كبير من البلدان المحيطة بالسودان والتي جمعها تعاني صراعات قبلية وعرقية فيجدون في مصر مستقرا يتسم بالأمن والأمان وشكر أيضا هذا الوفد ما تقدمه مصر ليس للسودانيين هنا ولكن نتحدث عن عدد كبير من الرعاية الأجانب الذين يتوفدون على مصر في كل ساعة وربما أقل من ذلك هنا سواء في معبر أرقين أو في معبر قسطل الذي باتت تتوجه إليه الأعين بشكل كبير وكما أسلفت هناك وفد آخر مماثل هذا الوفد يقوم عن قربه على اطلاع قربه بزيارة الآن في الجانب الآخر ليتفقد عدد كبير من الخدمات التي تقدم في معبر قسطل بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني وهي كثيرة لغاية ويطول الشرح بشأنها سواء من منظمات تابعة لأهالي هنا في أبو سنبل أو في أسوان تحديد تفضل إشاء نعم عوض شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة بالتأكيد ستكون لنا معك وقفات لتعرف أكثر على ما يتم في معبر أرقين شكرا جزيلا لك ومشاهدين لدينا أخبار في هذا الإطار أيضا أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن جهود الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا للتعامل مع الطلاب المصريين العائدين من السودان يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية العمل على تذليل أي تعقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان وجاء ذلك في مستهل حديثه إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء من متابعة لملف الطلاب المصريين الدارسين في السودان حيث أوضح وزير التربية والتعليم أنه فور وقوع الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية البعثة المصرية بالسودان لأجل غير مسمى حتى استقرار الأوضاع كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية والمقيدين بالصف الثالث الثانوي بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة في مصر من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عشور حرص الدولة على مصلحة أبنائها الطلاب وسلامتهم مشيرا إلى أن ما تم اتخذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والساعة لاستكمال دراستهم في بلدهم إذن مشاهدين هذا كل ما لدينا حتى الآن في هذه النفذة من ستوديو إكسترا نيوز هنا في مدينة أسوان بالتأكيد سنتابع معكم المزيد على مدار الساعات المقبلة شكرا جزيلا لكم والآن عودة إلى زملاء في الستوديو شكرا جزيلا لك زميلة هشام عبدالتواب من ستوديو إكسترا نيوز بوسوان والآن مشاهدين الكرام نواصل تقديم نشرة الأخبار ومن الأخبار الاقتصادية أكد بنك باك وستا الأمريكية إجراء محادثات مع شركاء ومستثمرين محتملين بشأن الخيارات الاستراتيجية بعد تقارير صحفية أشارت إلى بحثه خيارات من بينها البيع وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجع سهم البنك الذي يتخذ من لوس أنجلوس ما قرر له بأكثر من خمسين في المائة في تعاملات مع بعض إغلاق جلسة أمس الأربعة فيما بلغت خسائره أكثر من تسعين بالمائة منذ بداية الأزمة المصرفية الأمريكية في الثامن من مارس الماضي هذا وتوقعت شركة هانجلسون الأمريكية البريطانية لإدارة الأصول تضعف تكاليف الديون السيادية خلال سنوات الثلاثة المقبلة مما يجعل الحكومات بشكل متزيد في حاجة إلى مستثمري السندات وقال محللو الشركة في تقرير أن تكاليف الفائدة على الديون الحكومية ستصل إلى مائتي تريليون أو تريليوني وثمانمائة مليار دولار بحلول عام 2025 مع ارتفاع أسعار الفائدة ما يحد من الإنفاق المالي ويحول الأموال بعيدا عن الجوانب الإنتاجية في الاقتصاد وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار وأليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويكتمع مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية مصر تتسلم رسميا رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعابر المصرية تواصل استقبال الفرين من اشتباكات السودان وعدد من ممثلين منظمة الدولية يتفقدون إجراءات العبور في أرقين ختم نشر مشاهدين ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترونيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة تقبلوا تحيات زميلي ياسر عبد السطار وهذه تحياتي لحضرتكم أنا حور محمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر